بسم الله الرحمة الرحيم اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زا ديفندر من اي ماتيا سبورت شرف داما ومتابعتكم حلقتنا النهاردة عن منتخب مصر طبعا كل الناس مبارح كل جميل الكرة المصرية في حالة حزن رغم ان كانت مباراة ودية بس هزيمة المنتخب مبارح تلاتة واحد كشفت كل حاجة كشفت قد ايه المشاكل اللي عندك الادارية والمشاكل لعيبة ومشاكل ان فيه لعيبة لا تصلح ان هي تبقى منتخب مصر ويمكن انا دايما الناس كثيرة جدا بتزعل من طريقة السلوب بتاعتي او من طريقة النجد جماعة والله احنا واحد بنلعب كرة كان فيه نجد علينا اكتر من كده بكتير ده انت يا جماعة يعني اللعيبة دي والله انت تخيل بقى يعني النجد اللي بيتكلم ده احنا بنتكلم في فيديوهات او في او او من خلال ظهورنا على الشاشة يعني طب انت اللعيبة دي كانت هتعمل ايه لو الاستاد ده متقفل ده احنا كان ميت الف متفرج لما كنا بس بنعمل غلط بسيط كده بتلاقي هجوم غير طبيعي وحتى يمكن احنا الحقنا فترات كتير جدا لستوديو التحليل وكانت اسماء كتير جدا بتنقضنا وكانوا بيتكلموا علينا وكانوا بيهاجمونا الجيل ده اه متدلع حقيقي بجد الجيل ده متدلع كل واحد اه مش حاسس بمسؤولية منتخب مصر مبارح طبعا في مشاكل كتيرة جدا ظهرت في المباراة جماعة منتخب مصر انا يمكن معاش الحدث ده حصل قبل كده ولا ما حصلش منتخب مصر اول سبع دقايق يدخل فيها ده فين ده مصيبة وكارسة يعني انت معناها ان انت رايح المباراة لعبة منتخب مصر مش مستعدة ولا ولا مستعدين للمباراة انت بتلعب اصد منتخب تونس حقيقة عمل مباراة كبيرة جدا واحنا احنا لعبنا بس ربع ساعة او عشر دقايق بس في المباراة كلها اما على المستوى الفني ومستوى الاداء لا سايق جدا مش ده منتخب مصر ومنتخب مصر اكبر من كده يا جماعة حقيقي اكبر من كده مهما لعبت في اندية ومهما شاركت ومهما حققت بطولات مع نديك منتخب مصر مختلف التاريخ دايما لما بتيجي تبطل كرة الحمد لله الواحد ليش شرف ان هو يعني مسل عندها كبيرة جدا وتربيت جوا النادي الاهلي ولعبت منتخب مصر يعني لحد دلوقتي انا عايش على بطولتي بطولاتي مع النادي الاهلي وبطولاتي مع منتخب مصر في 2006 و2008 انا لعب ثلاث بطولات في 2000 سنة 2000 و2006 و2008 انا عارف الناس يعني انا بحب بس لاني في بعض يعني الجيل اللي طالع ده او الجيل الصغير اللي طالع مش عارف ايه مت منتخب مصر مهما كان انت ماء اكل نديك شجع نديك زي ما انت عايز بس منتخب مصر ده اسم كبير جدا مش اي حد كان بيلعب منتخب مصر عمالقة ورموز واسماء كبيرة جدا كانت مع منتخب مصر او حققته لحد دلوقتي حتى الجيل اللي قابلينا عايش على تحقيق البطولات مع منتخب مصر فافصل شوية ما بين تشجيعك للاهلي او تشجيعك للزمالك حتى اللعيبة اللعيبة ما ما بقاش فيه الحمية كده ما بقاش فيه الحتة ان انت تموت نفسك في الملعب ما مش فرق او اقول دلوقتي يقولك حتى لو انا واحش انا عندي الجمهور بتاعي طبعا لعبة الاهلي مكتش موجودة فهتكلم على لعبة الزمالك يعني او ايا كان مين بيلعب او انا عندي الجمهور بتاعها هيدفع عني وهي وهيرد الكلام اللي بتاعي لا لا الكلام ده انا بالنسبة لي والله ولا بيفرق اللعيب الكويس هطلع اقول لعيب كويس اللعيب الوحش هطلع اقول لعيب وحش بس على الشكل اللي انا شفتم بارح ده مش ده منتخب مصر حتى الجمهور اللي موجود يعني جمهور ده عدد بسيط يعني بارحة واحنا بنتفرج على المباراة سمعين صوت جماهير منتخب تونس اللي هو العدد بتاعهم قليل سمعين صوته فين فين الجماهير فين احنا والله احنا بنلعب مع منتخب كنا بروح مثلا بنلعب في استاد اسكندرهية او استاد بورس عيد او استاد اسمعالية احنا بس تواجدنا ان احنا رايحين نلعب مباراة ودي او مباراة اجيبها لكم مباراة ودي والله التذاكر كانت بتخلص قبل المباراة بيوم او بيوم ايه فين عودة الجماهير لازم الجماهير ترجع لازم اللعيبة دي تحس بالانتماء اسم منتخب مصر وتشيرت منتخب مصر وحرم على الجيل ده ان هو ما يحققش بطولة مهما عملت او وصلت كاس عالم بس كلمة بطولة مختلفة بطولة مع منتخب مصر انت داخل على مرحلة اللي جاية مرحلة صعبة برضو لازم الجهاز الفني وكل الناس بقى المسؤولة تشوف مصلحة منتخب مصر على الاسماء اللي احنا شوفناها مباراة دي الاداء المخيب للجماهير ومخيب واحباط للناس مش ده منتخب مصر ابدا جماعة بجد فاكفاء انا مش هطبطب وحتى في بعض الشخصيات اللي هكل التقدير والاحترام مني بعد المباراة لسه بيطبطب خلاص بقى احنا الجيل ده بقى له تقريبا من يعني من بعد الفين وعشرة ممكن ده اخر بطولة منتخب مصر حصل عليه او وصله كاس عالم بس بيتطبطب عليه كل الناس خايفة تتكلم على على فلان وتتكلم على فلان وتتكلم على لعيب انا بتكلم وهتكلم لان انا واحد في يوم الايام اتشرفت ان انا لعبت باسم منتخب مصر وعارف اسمه وعارف كيمة التشيرت وعارف كيمة ان انا بمثل اسم منتخب مصر وتعلمت من جيل اللي قابلينا فالجيل ده لازم يتعلم لان خلاص الان بتجري والسن بيعدي وسنك بيكبر في الاخر هتلاقي نفسك بعد ما بطلت محدش حاجة مع منتخب مصر اه الناس هتفتكرك والناس هتقول كل حاجة بس ان انت محقق بطولة مع منتخب مصر لا موضوع مختلف تماما مختلف تماما اه طبعا مبارح بنتفرج على المباراة اه اول سبع دقايق طبعا في اخطاء دفاعية ما بين علي جبر وحسام عبد جيد ويمكن انا مبارح اتكلمت في الموضوع ده او نزلت بست ان ياريت مستر فيتوريا ما يكررش تجربة داني يعني ولا حتى على سبيل التجربة ولا حتى على سبيل ان انت بتجرب لا اولا اه مهما كانت خبرات علي جبر بس الاتنين تواجدهم مع بعض هما الاتنين بيلعبوا بنفس الطريقة بنفس الاداء مع احترامي يعني ما عندهمش السرعة وما عندهمش سرعة الحركة سرعة التوقع حتى مبارح الهدفين لو لو الناس بتتابع شوف شوف الهدفين ازاي الاتنين يعني الهدف الاولاني علي جبر الرايح باتجاهه طول ما المدافع اتجاهه للمرمى كده انت بتصعب العملاء عليك لازم يبقى فيه زاوية عشان تبقى شايف عشان تبقى الرؤية بتاعتك اسهل والحركة بتاعتك تبقى اسهل حتى الهدف التاني برضو تلعبت بالعرض واعايز اقول لكم حاجة حتى لو كانت الكرة دي عدت من علي جبر سرعة حمد فتحي واتجاهه للمرمى كده هتعدك هتممكن تقبط فيه وتخش هدف برضو فين التدريب بتاع المدافعين فين التمركز فين الكلام ما بين اللاعبة وبين بعض احنا كنا الواحد كان بيلعب مع اجيال جيل اللي قبلينا تعلمنا منه كنا بنوجه بعض وكانوا بيوجهونا وكانوا بيزعقونا وده دي الكرة دي ما فيهاش بقى اهلي وزمالك ولا اسماعيلي ولا ولا اي حاجة انت بتلعب باسم منتخب مصر لازم الحمي ولازم الكلام ولازم القائد برضو انا بعطب على محمد صلاح ان محمد صلاح كيمة كبيرة جدا والناس بتتكلم تقول لك ومحمد صلاح عملي يا جماعة ومحمد صلاح يلعب لوحده اه محمد صلاح اداء ومبارح وحش سايق بس فين المجموعة اللي تساعدك على النجاح لما كنا بنلعب كان جنبي كابتن واي الجمعة او كابتن عبدالزار السقه او كابتن هاني رمزي كنا بنتكلم مع بعض وكان بيوجهني وبزعق وبتكلم كان فيه تفاهم ما بين اللعيبة ما بين بعض عشان كده احنا وصلنا لمرحلة ان الحمد الله كنا بن نايم افريقيا من المغرب زي ما بيتال كان كله بيخاف مننا عشان الشخصية بتاعتنا والشخصية دي احنا بدأت معانا من البداية لان اتعلمنا من الجيل اللي قابلين فطبعا الجيل اللي موجود ده انا اسف يعني مش محزوز لان ما خدش الشخصية بتاعته هو فرحان ان هو جمهور بيتكلم عليه واحسن لعب في مصر واحسن لعب في لا احسن لعب في مصر تبقى معانا ديك ومع المنتخب مش احسن لعب في مصر يصد احترام الاندية يعني الطبيعي ان انت تبقى افضل انا ديوقتي لو رجعت او اي لعب رجع هياخد احسن لعب في مصر وهو يا مريح انا وانا واقف احسن لعب في مصر اتعفق يا جماعة كلمة احسن لعب في مصر دي احسن لعب في مصر دي يعني يعني انت بتكسر الدنيا معانا ديك ومع المنتخب وانا فرحان بشوية فوت او بشوية استطلاعات الحاجات اللي هي اللي نزلة لمنتشرة دي مكادش موجودة على ايامنا الحاجات دي موجودة ايامنا يا لاود انا كنت اخدها وانا قاعد في بيتنا وكان ابو تريكا كان خدها وهو قاعد في بيته والجمعة كان خدها وهو قاعد في بيته ما كناش بقى لعبنا كورة والله لو بالفوت وبالاستطلاعات ورشح ده وتكلم على ده ما كناش حد ما كناش لعبنا كورة بقى والله ما كننا لعبنا كورة كان عسام الحضري خد احسن حارس مرمى في مصر وفي افريقيا من غير ما يوقف وواعد كده ياخد ابو تريكا عمد متعب احمد كابتن احمد حسن محمد شوقي تسمعين الاسماء اللي انا بقولها دي يا جماعة الله يرحمه محمد عبدالوهاب محمد بركات عشان بس ما نساش حد عمر زاكي كابتن حسام حسن حتى لما كان موجود تسمعين كم الاسماء دي يا جماعة عشان تنجح لازم المجموعة دي اللي تنجحك محمد صلاح هيعمل ايه لوحد محمد صلاح هيروح يد يجيب كرة من الجن للجن هيدافع ويهاجم ده والله لو ايه ده ميسي ما بيعملش كده ده ميسي حتى لما نجح مع منتخب الارجنتين وخد كاس العالم ما نجحش لوحده نجح بالمجموعة اللي حواليه نجح بالشخصيات اللي حواليه فانا عارف ان الناس كتير زي علامة محمد صلاح بس هيعمل ايه برضو الله يكون فعونه ولا فيه شخصية جوه الملعب مفيش حد بيوجه حد ولا حد بيسمع الكلام كل واحد بيلعب مع نفسه فانا شايف التجربة بتاعت انبارح دي لأ ظهرت حاجات كتير قوي ظهرت قد انت عندك مشاكل فنية وإدارية وكل واحد عايش مع نفسه وبيشتغل مع نفسه عندك طريق حامد طريق حامد وحمد فتح مش ده طريق حامد اللي احنا بنتكلم عليه افضل خط وسط في مصر اه جيه وقت كان افضل خط وسط في مصر هو حمد فتح بس المستوى اللي احنا شفنا ده لا احترام اللي هم يلعبوش منتخب مصر بطء غير طبيعي في نص الملعب مفيش تجانس ما بينهم من بعض مسافة ما بينهم من بعض جوه الملعب مسافة كبيرة جدا مفيش حركة مفيش توافق حتى يعني ترابط ما بين الدفاع ونص الملعب والهجوم كل واحد بلعب بمزاجه عارفت لما تلموا بتبقى مع ناس صحابك كده وتلموا بعض وتعودوا تلعبوا كورة مع بعض يعني المبراودية هو ده بالزبط اللي حصل فلا منتخب مصر اكبر من الكلام ده زيزو اه ناس كتيرة جدا بتنبارح بتهاجمني عشان فيه بعض التصريحات ايه ميلوا زيزو يعني ايه زيزو ايه احترامي لي ياها لعب كويس وكل rather ايه يعني هو هو فوق النقد كنت انا فوق النقد ابون تريكا كان فوق النقد الاسماء دى كانت فوق النقد crois كلنا بنتهاجم ايه يعني مش محمد صلاح waist ايه المشكلة ايه ميتكلم علي ان هو ادا وحش مع المنتخب يعني ومش فيها هو فوق يعني بيلعب الكورة لوحده غير اللي حكونن بنلعبها اييه يعني العرب كورة كويس هيقول كويس ايوه هنقول وحش مستوى مع المنتخب من الساعة ما بدأ مع المنتخب نسكت بتقول لك ما بيلعبش في مركزه وعشان مو صلاح زيزو من اللعبة الكويسة ومن خلال مشاهدتي دي مع فترات كتيرة جدا مع الزمالك الجزء الهجومي والجزء اللي هو الحتة اللي هو الحتة الهجومية يقدر يشارك فيها في اكتر من كزا حتة يقدر يلعب رقم عشر يقدر يلعب ناحية الشمال يقدر يلعب تحت مصطفى محمد يقدر يلعب تحت محمد صلاح يسان فطرية اللعبة بتاعته دي تساعده ان هو يلعب في مكان ما يحدش يقول لك يا سيدا مش بيلعب في مركزه ايه المشكلة تما انها لعبت اوقات باكليفت ولعبت اوقات باكريت ولعبت في اوقات نص الملعه ولعبت اوقات راس حرب ايه المشكلة ما هو ما يلفر يعني الفرق انت حصل لعب في مصر وانت زيك زي اللعبة العادية مبارح زيك زي اللعبة اللي ما كانت موجودة كلها ده حقيق فما فيش حد فوق النقد وانا ما بخافش وهتكلم علي حد وهتكلم على الكبير وعالصغير الحمد لله تعودنا على كده هنقعد بقى نخاف ونخاف من السوشال ميديا ومن الناس اللي بتخش تخبط ولا فارق اللعيب الكويس هقول لعيب كويس اللعيب الوحش هقول لعيب وحش مصطفى محمد مصطفى محمد متقلق مع نانت الفرنسي متقلق في الدورة الفرنسية مصطفى محمد برضو نفس القصة من ساعة ما بدأ مع منتخب مصر بطء غير طبيعي ما بتحركش ما فيش تزديد ما فيش اه ناس هتقول لك اسليم ما فيش عرضيات هو المهاجم ما جمعها عرضيات بس ولا مش فيه يعني هو المهاجم بس لازم اعمله عرفت ما فيش حد بيعمل الفراتش انت مهاجم ازاي او مهاجم محترف ازاي او مهاجم منتخب مصر ازاي يعني ايه العلاقة انه ما فيش حد بيساعده انت عندك ده ياخد بلعب جنبه محمد صلاة مرموش جنبه رغم انه مرموش عليه علامة استفام كتير جدا برضا عليه علامة استفام كتير جدا مرموش اه لاحب كويس بس مش عارف يوظف نفسه صح مش عارف يستغل الامكانات بتاعته عنده حتة انانية شوية وخلي انا اتكلم ان المهاجم لازم يبقى اناني بس مرموش لو استغل الحتة دي للمنتخب هينجح فيها يلعب في الحتة الجامعية يبقى فيه ترابط ما بينه وبين صلاح وما بين مصطفى محمد مصطفى محمد مش ده مستوى الواحد بيتفرج عليه في الدورة الفرنسي حاجة جميلة بيروح يمين وبيروح شمال وهيدرز وبيكوع زي ما بيتقال في الكورة عشان بس انا بتكلم بتاريت الكورة بيكوع وبيدب وبيخبط بارح مفيش ولا كورة مشترك بياخده مفيش ولا حتى الاستلام بتاعه بيستلم كويس ده فيه كورة حتى والله انا اتكلمت عليهم بارح مسكوا الكورة الولد حتى ملمسوش امواء السبات بتاعه مش صح التمركز بتاعه مش صح استلامه وتحركاته مش صح ايه يا جماعة فيها هنتكلم على اي حد وهتكلم على الصغير وهتكلم على الكبير مفيش حد فوق النقد وهتكلم على اي حد عشان نخلص من القصة دي محدش هيخوفني ولا بخاف من حد وهتكلم اللعبك كويس اقول اللعبك كويس على المستوى اللي احنا شفناه ده لا مش ده منتخب ولا ده اللي يروح منتخب مصر يروح يلعب في كلاس الامم افراقية الفترة اللي جاي خلاص كلها شهور وايام او فترة فترة قريبة يعني يقدر يحفز على اللقب او يقدر ان هو ينفس على اللقب احنا بالشكل ده هنقابل ازمات كتيرة جدا مع منتخب مصر الفترة الجاي فاللي بيحب منتخب مصر يشتغل لصالح منتخب مصر طبعا تصريحات فيتوريا مبارح كارثية ومع تصريحات كابتن حازي امام كارثية مين اللي بيتمنى منتخب مصر يخسر ايه ده مين اللي وصل لك القصة دي مفيش حد مهما كانت الخلاف بيتمنى ان منتخب مصر يخسر ممكن الناس تختلف على الظروف وعلى الحتة الادارية وعلى التنظيم وعلى الحاجات دي بس كلنا بنتمنى ان منتخب مصر بكويس لان ده بيمثل بيمثل الشعبية كبيرة جدا اسمه مصر منتخب مصر فمحدش هيتمنى الخير يعني الشار اللي منتخب مصر لان من الاخر منتخب مصر اخد بطولة اما منتخب مصر في البطولة الامم اللي فاتت لما وصل للنهائي مصر كلها كانت في الشارع مباراة مصر والسنغال اللي كان متقفل هل ده كله دلوقتي ده كله بيكره منتخب مصر لما لو بيكره منتخب مصر مش هيساعدة ما انت بتشوف منتخب مصر الناس تسنده والناس تقف معاه وتبقى قوة لي مع الاداء فطبيعي الناس تزعل بس ما فيش حد هيتمنى ان منتخب مصر يخسر عشان بس الحاجات اللي بتتقال والتصريحات اللي بتقال دي كارسية وعمرنا ما سمعناها ولا شفناها ولا حد تلعي تكلم فيها حقيقي تصريحات كارسية طبعا حازي امام او كابتن حازي امبارح عملت برضو تصريحات كانت يعني فيها شبه من العصبية شوي طيب كابتن حازي ما فيش مشكلة تصريحاتك جميلة بس قبل ما اتكلم مع حضرتك او ان انا وجه لك رسالة هل غياب اربع لعيبة من النادي الاهلي هو سبب الهزيمة مش ممكن اربع لعيبة هم سبب الهزيمة ما ترميش الشماعة او الاخفاق بتاعك او مشاكلك على نادي الاهلي لان النادي الاهلي ما لiros زام بيخلاني اتكلم عن نادي الاهلي عنده بطولة مهمة. والنادي الاهلي لما طلب لعبته بناء على حصل قبل كده قرار قبل كده مع نادي الزامالك وانت تشكرت عليه في التلفزيون على فكرة. تشكرت عليه من من رئيس النادي. شاكرك وتلي عليك شكرا ومش شكرا. فطبيعي مش ممكن يعني بتاريت الكلمة وبتاريت التصريحات اللعبت النادي الاهلي هي السبب. Adapt انت عندك برضو اربع عناصر والاسماء اللي موجودة اللي احنا شايفينها دي اللي كانت بتلعب اسماء عندها الخبرات ومفروض اني بيتقال عليهم احسن لعب في مصر وصاحب الكرة الزهبية وصاحب الكرة البرونزية ففين الاداء بتاعها مش ممكن لاربع لعبت النادي القالي هما السبب في الهزيم انت عندك مشاكل كتير جد عايز تحل مشاكلك اختار لعبة تصلح لمنتخب مصر عايز تحل مشاكلك ما تختارش اي يلاعب ينضم المنتخب مصر عايز تحل مشاكلك خلي الجمهور رجع الجمهور تاني اللي يسندك ويقف معاك طول ما انت هتفضل تهاجم وهتفضل تتكلم هتلاقي مشاكل كتير جدا هتقابلك وهتلاقي في ناس ما بتدعمش وناس تزعلنا التصريحات بصراحة بارح دي تزعل ان انا بابقى واحد اتسمك ان انا ابراهيم سعيد لعب كور انا دلوقتي لما بابقى مشجع او متابع للمنتخب مصر ولا التصريحات دي لا تصريح تصريح كاريسي عندك مشاكل حلها ما تختارش اي لعب منتخب مصر اللعيب الوحش يمشي يعني حسام عبد المجيد من قبل حتى ما ينضم المنتخب مصر اداءه معنا دي ازا مالك وحش وسيء بطئ غير طبيعي عدم تمركز في لعيبة بيكم بوكي يكون لعب كويس بس مش وقته مش وقت التجربة مش وقت ان انت تجرب مش وقت ان انت تجامل حد منتخب مصر وقع فترة اللي فاتت بسبب المجاملات في الاختيارات واصلي ده مش عارف لعيب كويس ولازم فرصة ومستقبل لا مستقبل ده بعدين مستقبل ده بعدين اختار مجموعة صح اختار لعيبة تصلح لمنتخب مصر وحقك ان انت عايز تعمل معسكراته الاولوية لمنتخب مصر حقك اعمل ايه المشكلة انا بدعمك فيه بس اطبقها الكل بقى متجيش بقى ساعة موضوع الزمالك لما اتقال ان اللعيبة راحت وتشكرت وتيجي دلوقتي تتكلم على حوار الاهل وحقه لان اتعملت قبل كده فعايز تطبق تطبق على الكل انا انا هو بدعمك بقولك تطبق على الكل مفيش مشكلة منتخب مصر فوق يعني الاولوية ليه وكل الدعم على نادي ونادي تاني لا ما يتطبقش عليه تطبق على الكل بقى فطبيعيا الاخفاقات اللي موجودة دي والمشاكل اللي موجودة دي باسباب ان مفيش مفيش اهتمام بمنتخب مصر مفيش حد بيختار صح برضو مستر فيتوريا من خلال متابعية مبارح مضغوط ومشدود ايه ده الشادة بتاعتك حقك ان انت تبقى مدير فني مشدود ومتعصب وكل حاجة بس اول مرة شوفوا انه بقى مشدود كده هل هل في حاجة واصلاولو اصلا التصريحات دي الربط ما بينها بمبعد تصريحات فيتوريا مع تصريحات كابتن حازي امام يعني معناها ان هو واصل ان الناس بتكره منتخب مصرية خالص اغامعة خدوا بالك ودي اساءة لاسمه منتخب مصر الرجل ده وارد ان ممكن يمشي وارد يطلع يتكلم علينا في الاعلام ان الجمهور المصري او جمهور الكرة المصرية او الاعلام المصري ما بيحبش منتخب بلده انتم تخيلين الحجم حجم الكارسة فعلا الموضوع كارسي حتى لو لو هو قعد او استمر انا متمنى ان هو استمر هو مدرب مش وحش بس لازم يختار صح مش اي لعيب خالق اه مش اي لعيب يلعب منتخب مصر مش اي لعيب يلبس تشيرت منتخب مصر ده واللي لعيب احسن لعيب في مصر يبقى احسن لعيب مع المنتخب واحسن لعيب في اوروبا يبقى احسن لعيب مع المنتخب احسن لعيب في اوروبا يبقى لعيب مع المنتخب ما ايه الفرق ما بين يعني العمالكة كان بليه رحمة الله عليه مارادونا ميسي مؤخرا كريستان روادو ما بتكلم على الفترات اللي كان فيها نجوم العالم ما كان متقلق مع النديه ومع المنتخب فاللي يتقال عليه أحسن لها في مصر باش هورين أحسن لها في مصر فيه مش هقيم أنا لعيب أنا أهولتاني بالاستطلاعات وبالفوت وبالحاجات دي كلها وفي الآخر ألاقيه في المنتخب مش قادر يجري ولا قادر يمشي ولا يعرف حتى يباصي والكلام ده على الكل مع اللعبة كلها أحسن لعيب في مصر تبقى أحسن لعيب في مصر مع نديك ومع المنتخب والله طبعا يعني الواحد حزيني على المباراة بتاعت مبارح وهنا انتهت حلقاتنا من برنامج زا ديفندر من اي ميديا سبورتز تزورويني في حلقة جديدة ان شاء الله قريبا تحياتي لكم إبراهيم سعيد شكرا شكرا